ومن نابلس يندم إلينا خالد بدير مرسل الغد خالد دعنا في الصورة ما الذي يحدث الآن نعم تستمر حتى هذه اللحظة اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس في الخلف عدد من الجبات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الطول شارع عمان ومنعت الوصول إلى المنطقة وتحديدا إلى محيط قبر يوسف عشرات الجنود ينتشرون بين الزقاق ويواصلون قمعهم للشبان الفلسطينيين حتى هذه اللحظة التواقم الطبية تعاملت مع عصابتان إصابة لشاب فلسطيني باليد ونقل إلى مستشفى رفيبيا بالإضافة إلى إصابة لطفلة فلسطينية رضيعة بالاختناق تم نقلها إلى المستشفى ووصفت إصابتها بالمستقرة حتى هذه اللحظة بتقييم وضعها الصحي جيش الاحتلال أطلق وابلا من القنابل الغازية صوب الشبان الفلسطينيين والشبان يردون كما نشاهد في الصورة إطلاق الألعاب النارية صوب جنود الاحتلال ورشقهم بالحجارة عدد من الإطارات المحترقة تم دفعها من قبل الشبان باتجاه طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الاكتحام هو الثاني منذ بالتأكيد وقف كافة أشكال العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي من قبل السلطة الفلسطينية وبما يشمل التنسيق الأمني هذا الاكتحام يأتي أيضا لتأمين اكتحامات المستوطنين والوصول إلى القبر لأداء الصلوات التلمودية للتأكيد على يهودية هذا المقام بالنسبة للجماعات الاستيطانية المتطرفة هنا معاناة حقيقية بالنسبة لمدينة نابلس والتي تنفست الصعضاء لهذا اليوم المدينة كانت تشهد إغلاقا لمدة 48 ساعة بدعوة من رئيس الوزراء الفلسطيني نتيجة فيروس كورونا وتسجيل 31 إصابة انتهى هذا الإغلاق هذا اليوم وبالتالي الآن نشاهد مئات الشبان الفلسطينيين الذين يجدون متنفسا في التصدي لجيش الاحتلال الإسرائيلي الآن عملية قمع كبيرة للشبان طيب ما نسمعه الآن خير بزير هو صوت رساس الحي هناك قنابل صوتية وكذلك أيضا رصاص مطاطي جيش الاحتلال يبدو أنه نصب كمين لعدد من الشبان خلف هذا التجمع السكني في شارع عمان ويحاول طبعا الدفع بالشبان للابتعاد أكثر من محيط منطقة القبر وذلك لتأمين الأجواء للمستوطنين بالدخول جيش الاحتلال يواصل منذ تقريبا نحو الساعة ونصف بفرض المنطقة العسكرية المغلقة في محيط قبر يوسف بعملية قمع الشبان بالرصاص الحي بالقنابل الغازية كذلك أيضا بالرصاص المطاطي بالقنابل الصوتية بكافة الأشكال هناك أيضا طائرة لجيش الاحتلال أطلقها قبل قليل تقوم على تصوير كافة الزقاق والأحياء تحسبا لأي كمين يمكن أن يكون قد نصبه الشبان الفلسطينيين في التصدي طبعا لعملية الاقتحام هذا الشارع هو واحد من نقاط المواجهات حقيقة في مدينة نابلس يعني ذلك أن المنطقة الشرقية في أكثر من نقطة وأكثر من محور هناك مواجهات مع جيش الاحتلال بين كر وفر تشتد طارة وتخف طارة أخرى لكن مشهدها هو التصدي لاقتحامات المستوطنين التي تأتي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وعمليات التحريض بأن هناك صلوات ستقام وبالتالي تتم عملية الاقتحام جيش الاحتلال يبدأ طبعا غالبا هذه العملية باقتحام مبكر قبل دخول حافلات المستوطنين لتأمين محيط القبر وهناك فرق هندسة المتفجرات تدخل إلى المحيط طبعا لفحص المكان ومعاينته وبعد ذلك يسمح للحافلات ومئات المستوطنين بالدخول من حاجز بيت فوريك ومن مستوطنات شمال الضفة الغربية وصولا إلى قبر يوسف هذا المسار بطول أربعة إلى خمسة كيلومترات يتم تأمينه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي تواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في الموقع وتتابع بتأكيد طبيعة الإصابات بعض الإصابات طبعا بالاختناق علجت ميدانيا لكن حالة الطفلة الرضيعة نقلت إلى مستشفى رافيديا وكذلك أيضا الشاب الذي أصيب برصاص حي في يده ووصفت الإصابتان بأنها طفيفتان بالنسبة طبعا لتقييم الوضع المشهد طبعا عملية الاكتحام تستمر حتى الساعة الرابعة من فجر هذا اليوم طبعا لتأمين مزيد من اكتحامات المستوطنين التي تتم على دفعات بمعنى أن القسم الأول من المستوطنين نحو خمسماء إلى سبعمائة مستوطنين يدخلون تارة واحدة يؤدون الصلوات التلمودية الأجواء الصاخبة إزعاج المحيط الفلسطيني هنا وبعد ذلك ينسحبون وتدخل المجموعات الأخرى وذلك طبعا بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي نتمنى لكم السلامة خالد ولكل الأطقام الصحفية وسنكون في المتابعة شكرا جزيلا لك خالد الدير مراسل الغد كنت معنا من نابلوس مراسل الغد مراسل الغد